بسم الله الرحمن الرحيم وما بعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسوزوا الذين يدعون من دون الله فيسوزوا الله عدعا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئهم بما كانوا يحملهم وأقسموا بالله جهد أيمان إلا إن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إن ملايات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمن به أول مرة ونذعهم في طغيانهم يعمهون ولوننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنون إلا أن يشاء الله ولكن أكثر من يجعلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصوى إليهم أمجذت الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك من حق فلا تتونن من المهترين وتمت كلمات ربك صدقا وعبلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطعك سرما في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا وضمن وإن يمون إن ربك هو أعلم من يطبع عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لك لهم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لك وقد فصل لك ما حرم عليكم إلا ما قربتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير عين إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذور ظاهر لث وباطنه إن الذين يكسبون لثم سيجزون بما كانوا يقتلفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفس وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن طعتموهم إنكم لمشرقون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها كذلك سيين للكافرين ما كانوا يعلمون وكذلك جعلنا في كل قرية لكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءت حبو آية قالوا لن نوم حتى نوت مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجروا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضمنه يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصحر في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا آياته قوم يذكرون له دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذين أجلت لنا قال النار مثواك خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم ياتب رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي ويندلونكم اللقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على حياة الدنيا وغرتهم شكرا